تشهد البيئة البحرية تعافيا متواصلا أسهمت في تحقيقه حزمة من الإجراءات في مقدمتها قرار حضر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي الكراف في المياه الإقليمية لمملكة البحرين منذ البدء بتنفيذ قرار حضر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي الكراف في المياه الإقليمية للمملكة شهدت البيئة البحرية في مملكة البحرين تحسنا واضحا في إطار الإجراءات الهدفة للحفاظ على البيئة والثروة البحرية في المملكة والمحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر والاستنزاف النتائج الإيجابية كشف عنها سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث أكد زيادة تعافي البيئة البحرية بعد حضر الكراف بنسبة وصلت إلى 18% بحسب دراسة استشارية أجريت بعد عام واحد من القرار واعتبر خلف ذلك مؤشرا إيجابيا لتعافي البيئة بشكل مستدام مع استمرار رصد عمليات الصيد الجائر بكافة وسائله وكان القرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن حضر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي الكراف قد جاء في الأساس بغرض الحفاظ على البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة للثروة السماكية وضمان استدامة هذا المورد المهم على صعيد تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين بعد أن تضرر المخزون السماكي جراء الصيد غير الرشيد وخصوصا بواسطة شباك الجر القاعي التي تعد من الطرق المدمرة للبيئة البحرية والتي تستنزف الثروة السماكية بطريقة جائرة ويأتي ذلك في إطار حزمة من القرارات التنظيمية المعمول بها والهادفة إلى تحقيق عنصر الاستدامة على المدى المتوسط والمدى البعيد للثروة البحرية وتنظيم الصيد وحمايتها من الممارسات البشرية الخاطئة التي يأتي على رأسها الصيد الجائر باستخدام أدوات دخيلة على عرف الصيد في مملكة البحرين ومجرم استخدامها بحكم القانون والتي كانت لها تأثيرات سلبية أدت إلى تراجع المخزون السماكي في مملكة البحرين بنسبة 90% هذا وتتواصل الجهود من قبل جميع الجهات المعنية لتعزيز سبل الحماية البيئية على الموائل البحرية وضمان استدامة وتنمية مواردها للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر